أعزائي الطلبة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن شاء الله النهاردة هنكمل جزء نسناه نقوله في الأكتف إيرس بريشر اللي هو لما يبقى عندي الإنكلايند باكفيل يعني أنا عندي هنا دي ميلة بالشكل ده إيه اللي يحصل؟ والله لو ده ميلة وعندي الحيطة بتاعتي بالشكل ده حيطة رأسية عادي ممكن أشتغل برانكن وأشتغل المسلس بتاعي هوت اللي هو جاما في الـ H في الكي أكتف بس الكي أكتف اختلفت القيمة بتاعته الكي أكتف بتساوي إيه بقى؟ بتساوي كوزاين ألفا ألفا اللي هو الميل بتاع الباكفيل فيه كوزاين ألفا زائد ناقص جزء تربيعي لكوزاين تربيع ألفا ناقص كوزاين تربيع فاي على كوزاين ألفا زائد الجزر التربيعي لكوزاين تربيع ألفا ناقص كوزاين تربيع مين فاي وبتدأ جيب الـ P أكتف طيب لما تبقى عندي بقى التربة مالها خلاص طب لما تبقى يعني التربة ليها C وليها لا الكي اكتف هيبقى بالمعادلة الطويلة ديت اللي هي لغتلك في الامتحان حاج دي كانت قيمة بتاعتها بحيث ان انت تحسب الارث بريشر على اساس ان هي فاكتور في السي وفاكتور في الالفا وفاكتور في الفاي تقدر تطلع الكي اكتف بتاعتي لكن مسلس عادي جدا مساحة القاعدة في الارتفاع تقدر تطلع قيمة الارث بريشر بتاعتنا شكرا اشتركوا في القناة